اهلا ومرحبا بكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد السلام عليكم اليوم بدنا نقدم الرمان بطريقة مميزة كتير وبطريقة كتير حلوة والاهم من هيدا كله انه طريقة سهلة كتير بالبداية حطوا لايك للفيديو واذا كنتم من المتابعين للجدود ما تنسوا الاشتراك بك بس كلمة اشتراك اسفل الفيديو مع تفعيل الجرس الاحمر انا عندي هون متل ما شايفين كوزين من الرمان اليوم بدي علمكم على طريقتين بكيفية التقديم بالبداية انا جبت اول كوز طبعا الرمان بيختلف لونه من بلد لبلد انا هون عندي الرمان جاي حتى من موسم لموسم بيختلف لونه عندي هيدا الرمان انا رح اقشره بهيدا الطريقة وهلا بتشوفوا لونه من الداخل لونه احمر قاني جدا وايضا بيجي الرمان باللون الزهر الفاتح بس طبعا الغامق بيجي حلو كتير وطيب كتير اول شي انا اشرت الكوز الرمان بهيدا الطريقة هيدا طبعا اول طريقة لكيفية تقشير الرمان هاعلمكم اليوم الطريقتين واللي بتلقوها اسهل جربوها بالبداية انا رح اعمل خطوط عشوائية بقلب الكوز محل طبعا ما شايفين البياض القشر الابيض هيدا كله انا عم اعمل فيه بقلبه خطوط عشوائية والسبب انه بس بدي فتح الكوز الرمان يتفتح من كل الميلات بنفس الوقت لاحظوا كيف عم يتفتح هيدا طريقة سهلة كتير لحتى نحافظ على الرمان من الداخل يدل متماسك انه وايضا ما يهر كل اياته فهاي طريقة كتير حلوة هلا هون انا فتحت كوز الرمان متل ما شايفين ورح شيل الورق الابيض الموجود بالداخل طريقة ولا اسهل من هيك حلوة كتير هيدا الطريقة لتتقدم للضيوف اذا جاينا ضيوف طبعا بتعرفوا هلا رمان موسم كتير من الرمان وما بيخلى من البيوت اكتر الناس هلا عنده رمان بالبيت لاحظوا هيدا الشكل الحلو اللي طلع معي طريقة حلوة كتير للتقديم بالعادي نحنا منفرفة للرمان ومنقدمه مفرفة واوقات ما منجيب واوقات منقول ما بدنا لانه صعب انه نزل الرمان لانه لما نزل الرمان بيطلع كله مفرفة وهيك فمنقول بلاها اصلا بالمرة فهيدا الطريقة سهل كتير واكيد رح تجربوها هلا طريقة التقديم بعد طبعا ما نحنا فتحنا الرمان بهيدا الطريقة العشوائية بتقدم بهيدا الطريقة طبعا ما تروحوا بعد فيه طريقة تانية للرمان لا كيفية طبعا تقشير الرمان ايضا بطريقة سهلة كتير شفتوا مننا منظر ما شاء الله يعني صدقوني منو ما يخد الرمان منو ما يخد ابدا حقه من الكاميرا هو لونه رائع ما شاء الله شي بيشهيا عندي هلا الكوزة التانية رح علمكن كمان على هيدا الطريقة رح نخرطها من هيدا رح نخرط القشر من فوق وايضا رح نخرطه من الميلة التانية من هون كمان بدنا نخرطه او نقشره وهلا رح نزيح اربع خطوط بهيدا الشكل هيدا اكتر الناس هيدا طريقة بيتبعوها مش غلط ابدا ولكن ما رح تطلع متل ما نحنا بدنا ما رح يطلع كوز الرمان من الداخل متل ما نحنا بدنا الافضل انه يتأشر ويتقدم بالطريقة الاولى وطبعا هيدا الموضوع اختياري وانا هون عم قدملكون طريقتين لكيفية طبعا تقشير وتقديم الرمان هوني انا طبعا متل ما شايفين هلا رح فتحه وهيدي طبعا الطريقة التانية متل ما شفته ان شاء الله يكون هيدا الفيديو حلو وعجبكن وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه كتير بطريقة التقديم يلا استعجلوا روحوا جيبوا رمان انا بحبكن كتير بدي ودعكن مع تحيات الحارة رح اشتقلكم للفيديو القادم بحبكن كتير باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة